مرحبا لكم نستركن علي يا فهم شكرا على المتابعة نادية كيشة تستقيل من ديوان رئيسة الرمهورية أمام وجود اختلافات جوهرية في وجهة النظر المتعليقة بمصلحة الوطن أرى منواجب الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئيسي هكا علت نادية كيشة استقالتها في نص نشرته على صفحتها في الفيسبوك برج حديث حول الاستقالة هذه هل كانت منتظرة غير منتظرة هل هي مفاجأة هل ترجع لأسباب سياسية من داخل قصر كرتاج أو لأسباب سياسية في علاقة بالتموقع قيس سعيد بين أصحاب المشروع والحملات التفسيرية وما بين الناس اللي رفقوه مباشرة لقصر كرتاج بعد أن أصبح رئيس الجمهورية نرجع لدي الكل بعد شوية مع خليل الرقيق أهلا وسهلا مرحبا بيك سوفيان أهلا وسهلا مرحبا الموضوع هذا يأخذ حيز من التحليل وما بعدك نمشي إلى الزابينغ مع أحليم العبدالي أحليم مرحبا بيك مرحبا شعرنا في الزابينغ حلوما اليوم عنا بش نرجو لتصريحات ضيفنا البارحات المنمليكي لهنا اللي حكي على الاستشارة الإلكترونية اللي اعتبرها قناع مغلف من أجل تبرير تعديل الدستورية ونرجع زيدا للمقاربة اللي عملها البارح والمقارنة مبينات النظام اللي تم التحضير له في تونس والنظام الإيراني أو جهد تشابه وتطرق زيدا للمحاكم الثورية اللي قارنها بما تم تسريبه على قانون المصالحة الجزائية في تونس نرجع زيدا لتصريحات توزير شباب والرياضة كميردجيش بخصوص الاستشارة الإلكترونية وعبدالتيف المكي اللي يأكدوا أنه قيس صعي التصدى لوضع رشد الغنوشي في الإقامة الجبرية مشروع السلح الجزائي في وثيقة مسربة شنية حكاية التأسيس لقضاء موازية من صليحيات المجلس الأعلى للقضاء هذية تصريح غازي شاويشي مثلا اللي بعد شوية بشي كنذيفنا بداية ماضي ساعة غازي شاويشي أمين عام حزب الطيار الديموقراطي مرحبا بكم انتو متسموا في تسعين دقيقة مع خلود وللعودة على استقالة ناديا عكيشا بش نستقبلوا معانا اليوم أميرة مرحبا بيك أهلا بيك أميرة العجيلي مرحبا خلود من قسم الأخبار بش تقول لنا أميرة شكوني ناديا عكيشا اللي البيرح بخاتكمون لغزو سوسيو والناس المهتمة بشأن سياسي كل تحكي عليها ناديا عكيشا هي المرأة اللي أثارت جدل كبير على مستوى الطبقة السياسية خاصة بعد حاثة الظرف المسموم اللي يريد على رئيسة الجمهورية واللي عمل ضجة كبيرة خاصة بعدما أكدت النيابة العمومية إنه ما فمش حتى أثر لأي مادة سامة والاختيرة الشيء اللي أثار عديد التساؤلات بخصوص دورها الحقيقي في القصر وزاد عمق الإشعات اللي تقول إنها صاحبة الكلمة في القصر خاصة وإنها كانت تترافق رئيس الجمهورية في كل نشطاته وتحركاته حتى المتعلقة بمقابلة الرؤساء وكبار الشخصيات وكانت تحضر حتى في اجتماعات مجلس الأمن القومي وبعد الحاثة هذه عاودت غابة عكيشا على الأضواء حتى أعنت استقالتها نهار 24 جامع في 2022 في تدوينها على الفيسبوك قالت إنه اسبب الاستقالة راجع لاختلافات جوهرية في وجهة النظر المتعلقة بالمصلحة الفضلة للوطن كانت عكيشا تواجه انتقادات كبيرة حتى من زملئها في الفريق الرئاسي من مستشارية رئيس السابقين وتم تهمها بأنها كانت وراء استقالة تعدد من الشخصيات في القصر نذكروا إنه نادية عكيشا هي واستاذة مساعدة في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة المنار ودكتورة بحثة في القانون العام والقانون الدولي المقارن شكرا لك أميرة الضرف المسموم صوتها سمعنا في تزريبات سمعنا هي تتكلم أمام لجنة برلمانية من الأوقات القليئ اللي يرينا نادية عكيشا تتحدث باسم رئيسة الجمهورية سوفيان بش نبدأ معاك علش الاستقالة هذية متع نادية عكيشا أثارت كل هذا الضجيش في الأوساط السياسية لأنه المنصب عنده أهمية منصب مدير ديوان الرئاسي لأنه الشخصية فيها برشة أخذوا رد معناها فهمة برشة ضدها اللي بعاها ما همش برشة لكن فعلي ثم أنه شكل شكل يطرح أشكالي هو ليلون في الساعة وثيقة مسربة منعرفوش صحيحة ولا غالطة لكن الوثيقة هذه على الفيسبوك على حيثيبها الشخص ورقة بيضة مكتوبة بخط اليد النص فيها خلافات جوهرية تحكي على لكن عدم موجود شكر لرئيس الجمهورية أي الصيغة حتى الصيغة ما هي الصيغة المتعارفة في تقديم الاستقالات في المناصب العلية هذا الكل يخلي أنه نخمه أنه الاستقالة هذه هي ردة فعل ردة فعل سريعة تعبر على غضب كبير وفي كل الحالات هي طريقة غير لائقة لتليق بممثل دولة من الحجم الكبير وفي مستوى الأعلى من الدولة هذا على مستوى الشكل يعني نجم نقوله أنه قراءة هذه مغلفة شوية لكن هيت نمشيوا أكثر توفل لكوليس خطر أحنا ما نخبيوش على المستمعين نحنا نبربشوا في الكواليس ونسألوا ونشوفوا ونعملوا نجح كيش موقعها في رئيسة الجمهورية كان موقع مهم سوفيان موقع مهم ويقال أنها كانت الصندوق الأسود لرئيس جمهورية وفي وقت ملوقات كانت تقريبة برشا معناها في علاقة بالقرارات بالزيارات يقال أنه حتى فمانيس وقتها قبل 25 جوليا تمشي لقصر كرتاج تقابل ناديا كيشا وممكن ياسر ما تخلطش بش تقابل رئيس الجمهورية يعني هي تعمل مقابلة وهي تقرر شكون لي قابل الرئيس وشكون ما يقابلوش هذا من المعلومات اللي خرجت ثم أنها نشحت في ألوة الفيلو تور الفيلو فيدو تور دي بريزيدان معناها العبادة اللي قربوا للرئيس كل بعضتهم في فترة من الفترات في وسط الديوان نفسه بتساوش أنه مفهمة استقالات عديدة ومهمة من شنية قوتها شنية قوتها كانت قوتها كانت أنها تمشي تعرف أنه كل كل سيستام كل سيستام أي فضل يخدم بعباده في فترة من فترات ناديا كيشا هي كانت من رجالات معناها من رجالات ونساء السيستام القوي ما هيش رجالات من نساء من رجالات لا 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 هنا لا هنا ما تخليك الشعقول هنا هوني نفسك ما تزيدش عليها من فمينيس زمراني هنا فمينيس لا ما هوش فمينيس لا تغميلولوجي تغميلولوجي جاوك أما نحترم لا لانجويستيك عرب لا فارك معك تعشوني انتي فمينيس أما أنسي هو منسي أنا مزلت مقبلت أنه نكسروا اللغة برشا كسرها هنا راني أما مش برشا بيها يا سيجي نحن نحن نظام سياسي جديد نظام سياسي جديد قاعد يتشكل يبدو أن نديعكاشا لا يكادر بلو مع نظام سياسي جديد النظام سياسي جديد خليل بعض يقول أنه يتمثل في المشروع متع رئيس الجمهورية والموحيتين حاليا برئيس الجمهورية وعلى رأسهم وزير الداخلية هذا حسب ما يراه الملاحظين يقولوا أنه هذا هو كيفاش الأمور بدأت تتبلور ونديعكاشا ما عندهش بقعة في المشروع لأنها ليست من من ناس اللي جاءوا من المشروع ما هيش من ناس اللي جاءوا من الحملات التفسيرية عندك حق الفل مئة هو أخي رجوملا قال صوفيان نيلاكس نظام جديد قاعد يتشكل بدا يخرج في ناس مقابل يعمل فيه بنتراسيون مهمة في مركز القرار بمعنى أن نديعكاشا رتبطت أساسا بقيس سعية الرسم رجل الدولة خدمتها كانت أساسا الترتيب السياسي والقانوني لخدمة رجل الدولة شهر التالي صار الحديث على خروج نديعكاشا تعال نكون واضحين وأوضح من الوضوح شهر التالي صار الحديث على خروج نديعكاشا اللي أصبحت عايق قدام الناس اللي تمثل النظام السياسي جديد عن طريق المشروع عايق حتى تواصله مع رئيس الجمهورية وكانت تقريبا تمنعهم حتى في بعض الأحيان من ملاقته وكان من طلبات المفسرين والمتطوعين وكل ما نسميه من تسميه للمجموعة اللي بديت توى تخرج من الصبغة للمشروعية ووليت مشروعية متع المشروع يعني ووليت تدخل للصبغة الرسمية ما ننساوش انه مؤخرا وقع تعيين والي تونس من صلب هذه المجموعة اللي توى واليت تتطلع إلى دخول مراكز ولي بنزرت وغيره خاصة ولي تونس لأ لأنه السينيفيكاسي ولي تونس يعني من صلب المجموعة معناه من الكوميتي الصحيحة متاع مشروع قيس سعيد ومن المجموعة اللي أثرت عليه في موضوع اختيار النظام الانتخابي وفي موضوع اختيار النظام السياسي وغيره بمعنى أن اليوم نادي عكاشا الموظفة المنظفة اللي ما تتكلمش ياسر اللي تخدم في حدود خدمتها ما عادش تنجم تخدم وهذاك علاش استقالتها كانت متشنجة وليست استقالة عادية متشنجة علاش وقت نقول لك أنا وصلت للاختلافات الجوهرية وقت نكتب له وقل له بكل لطف نحب نخرج فأنها كانت استقالة تستبق قرار الإقالة ما كانت فرحانة بالخروج كانت فرحانة بالخروج لكن اضطرت لذلك الخروج ونجم نأكد لك أيضا أنه حتى بموضوع الخلاف الجوهري هذا يمس حتى الموضوع متاع الاستشارة ومتاع النظام السياسي وغيره ونجم نعتبرها أقرأ للناس اللي هدوم الفقاء الدستور اللي اعترضوا على النظام هذي واللي اعترضوا على التمشي سياسي استردت ما استردتش نرجو بعد شوية بعد الفاصل نرجو معكم مرحب لكم الناس لكل الحدث السياسي اليوم بامتياز هو استقالة نادي عكيشة من منصبها كمدير للدول الرئيسي قول قيلتا واستقالت هي معناها عليش عاملين ريتا وديكم وطيق عاملين جوقة وطاولة وكريسي استقالة عادية نعم هي استقالة جيت بعض استقالات عديدة هو بش تقولنا عليهم فيزة العرفية وتوت سويت وبعدش نرجو نتناقش حول المعنى السياسي في علاقة بمشروع قيس سعيدة السياسي وبالزمن السياسي لكل في تونس فيزة مرحبا مرحبا بش نتحب في اليوم كما قلت خلوت على الاستقالات المتالية في صفوف الديوين الرئيسي تقريبا اللي وصلت لسبع استقالات وتضم الليحة طرق بالطيب اللي كان سفير في تهران وتولى قبل نادي عكيشا رئيسة الديوين الرئيسي لمدة ثلاثة شهر ومغادرت بالطيب كانت متوقعة خلودها خطر في حسب الرائد الرسمي فانه مكلف بمهمة ما تفوتش ثلاثة شهر وتوفى في اخر جنف في 2020 وبعدها يرجع المنصب السابق وهو سفير تهران من بين الاستقالات الاخرى الجنرال محمد صالح الحامدي هو مستشار الامن القومي اللي انشر الرسالة ينتقد فيها ادارة الامور واللي قال فيه تصريح من الحاجة اللي صرح بها انه اصبح المستشار الذي لا يستشار وبعدها جيت استقالة عبد الرؤوف التبيب المستشار لولي الشؤون السياسية اللي كان يقال انه كان الصديق المقرب لقيس سعيد واللي ينظم حاليا لحملة مواطنون ضد الانقلاب وقال في ندوة صحوفية انه يؤلم وضع اللي وصلت له تونس من عزلة وتشنج خاصة في العلاقات مع شركائنا ويقصد امريكيا والاتحاد الاوروبي خلود كما نذكره انه تمت يعني استقالة المكلف البروتوكول والتشري في التارق الحناشي والمستشار الاعلامي ريم قاسم والملحقة الاعلامية في الوقت ذلك اضافة لاستقالة رشيد النايفر اللي اثارت الجدل وهي الناتقة الرسمية والمكلفة بالاعلام اللي في الوقت ذلك قالت انه علاقتها بالسئة بلوتو وعلاقتها بالاعلاميين الناس كلنا نعفو والاخصائيين مثل الاتصال قالوا انها ارتكبت اخطاء اتصالية عديدة وقالت في تصريحاتها بخصوص استقالتها في الوقت ذلك انها ما عنديش يعني خلاف مع رئيس الجمهورية لكنها عبرت على عدم رضاء على طريقة العمل داخل الدوين نفسه وقالت ويشيع انها انه علاقتها مع نادية عكيشها في الوقت ذلك كانت علاقة متوترة وقالت في حوار لها في الوقت ذلك في معا فرنسان فو انها شركة سعيد حملته الانتخابية وفكرت معا زيدا في ملامح برنامجو السياسي اللي وصفته بالتأسيس الجديد شكرا لك فيزا لم تشارك قيس سعيد بوادر المشروع اللي بدينا نروا فيه البعض يقول انه سيئي لميزة ان بلاس بعد 25 جويلة هذا هو في الفترة الأولى متع سدير العمين الأولانيين متع قيس سعيد قيس سعيد كان يخدم في إطار نظام سياسي قائم وناديع كيشا كانت مكلفة بتسيير الترتيبات السياسية والقانونية داخل هذا النظام القائم وفي طبيعة الحال في كل مجموعة في كل نظام فما أجل حراب وناديع كيشا نجحت خلال العامين الماضيين في أنها تكون الجنح القوي ما الذي تغير بعد 25 جويلة؟ شنوه اللي تغير شنوه اللي تغير شنوه تغير في الحقيقة 25 جويلة 25 جويلة بدأت ملامحه اللي تغير بالمرسوم 117 في سبتمبر قبلها شنوه اللي صار اللي صار اسمعنا أنه فما خلاف نديع كيشا اعترضت على تعيين شرف الدين في وزارة الداخلية اسمعنا أنه نديع كيشا ممكن تولي هي رئيس الحكومة اسمعنا أنه نديع كيشا ممكن يبعثوها في مهمة بالخارج يعني في كل الحالات نلوجه على نديع كيشا تبقى في القصر ولا ما تبقاش لذلك العركة ولات أخرى الملاحظة بربي الأخيرة ملاحظة أخيرة هو أنه راو منصب مدير ديوان رئيسي في تونس ستنسيج إجيكتابل منصب ما يدوم لحتى حد برشا من الثورة لليوم كل الرؤساء ما عندهم مش مدير ديوان رئيسي قاعد أكثر من عامين نظرا لحساسية المنصب لقربه من منصب رئيسي لأنه تريكم واتين يغير الضغوط اليوم الحديث على شكون بش يعاوض نديع كيشا هل سيبقى هذا المنصب شغر أو سيقع تعويضه باسم معنى ينفع صغور اليوم نحكي على شخصية السياسية التي ستعين بصفة نهائية يمكن هذه التساؤل يهزنا لين هل اليوم أصحاب المشروع عن طاقية السعيد هم اللي بش يكونوا مسيطرين على المحيط رئيس الجمهورية وذي يرى حاجة عادية وهو ستبخي فيه خليل بمعنى المنطق السياسي يقول أنه وقت اللي رئيسي ولي رئيس بعد الحملة الانتخابية متاع وفريق الحملة متاعه يمشي ولي معه هذيك السيستماتيك وهذا اللي معروف في السياسة وبعد عمل أساسات النفوذ أحنا اللي ريناه هو أنه رئيس الجمهورية ما مشا معا حد من جماعته متاع الحملة التفسيرية والنس اللي ريناه محيطين به وقت اللي أصبح رئيس هم ما كانوش موجودين ولكن اليوم بدايو بشوية بشوية يظهر وياخده في مناصب كيفاش تفسر هذا؟ تجاه أنت وقت اللي نحكينا احنا على الخلاف بنادي عكاشة وتوفيق الشرف الدين ما هوش خلاف الوحيد هو يقال أنه الخلاف الأبرز الأبرز لكن بالإحالة على التباعش حبيت نقول توفيق الشرف الدين علاش معناها ما ليسقيهم القاعة علاش؟ لأنه توفيق الشرف الدين هو ولد الكوميتين متاع المشروع توفيق الشرف الدين هو واكب المشروع من بدايته هو يحوز على رضاء المفسرين والمتطوعين والرضاء التام وليهذا نمشي معه وزير شؤون الاجتماعية ولد المشروع وليتونس ولد وعنده المتراك يا ولد معناها وزير داخلية أنا مشيت في الليبوتاستا خلود أنا تحكي أنه تواب بشوية بشوية رئيس الجمهورية ماش يخرج من ثوب المنتصر في الانتخابات إلى ثوب صاحب المشروع اللي عنده الجروب متاعه الفريق متاعه متاع العمل يتكون من مشروعي نادي عكيشة وعندهش بلاسة في الجروب هذا؟ أعتقد ذلك لأني على خلاف عميق معهم ولأنهم حولها ماذا خليل لأول مرة أمس تعرف تلاحظت يعني خصوم قيس سعيد يفرحانين بخروج نادي عكيشة لأنهم يعتبروها من أكثر الشخصيات المضطرفة اللي سامت في إقصائهم وأنصار قيس سعيد لماذا؟ وأنصار قيس سعيد محتفلين بخروج نادي عكيشة لأنهم يعتبروها عائق إداري تواصلي مع رئيس الجمهورية يعتبروها ضدهم وأنا قلت لك أساسا أنه وقتهي تحكي على خلافات جوهرية فهي تحكي على قيادة المرحلة القادمة وتحكي على ملامح التحول السياسي في تونس ويبدو أنه الخلاف متاح ما هوش فقط تواصلي بل مبدئي برشة شخصيات قربت من رئيس الجمهورية من خارج المشروع الكلة الآن واقفة ضد المشيان القوية نحو بناء المشروع على المستوى الانتخابي ونحو المسائل هذه الكل نسيت نعطيك مؤشر آخر البروستيس اللي تخل فيه رئيس الجمهورية كونت الحركة النهضة وإزاء القضاء لمدة الأخيرة كان بإعاز وكان بضغط كبير من أصحاب المشروع ومن الأنصار والي لليوم شادين صحيح لحد الرحبة هذه في حل المجلس الأعلى للقضاء إذن أنا نعتبر إذا كان هو مش يكون المرة الجاية متواصل مع روح وبش يكون الشخص اللي بش عاوض نادي عكاشا مش يكون من صلب المشروع هذي ولكن برشة سؤال كبير يسر على الجدوى والنجاعة لأنه فعلا ما لاحظته أخيرا أن أصحاب المشروع توفرت لهم كل الفرص لكن فشلوا ترويجيا وفشلوا معرفيا في التعريف بمشروع الرئيس وممكن في عوضي عونوه زادوا الأسباب في علاقة باللي قالوا خليل لماذا فما عائق بين جمعة مشروع قيسس عايد ونديعكيش رو الساعلو بروفيل بتاعها شنوه هي أستاذ قانون المنظومة ما خرجتش من المنظومة مختلفة بطبيعة الحال مع الناس اللي حبوا يعملوا منظومة أخرى مختلفة تماما اللي حبوا يكسروا المنظومة القايمة هي جيت ما هيش بتكسر المنظومة القايمة هي جيت بشتخدم بشتعطي أحسن أداء في إطار المنظومة القايمة دونك هيدا هو الخلاف لكن رو خلافها المنظومة نجاكيشة معنى مش رو نا لانا جابها 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 بشتكون هي تعطي أحسن أداء داخل منظومة سياسية في زمن سياسي معايد في زمن سياسي معايد كل كل الأنظمة السياسية وحسب الفترات اللي تمر بها عندها رجالاتها ونسائها شكرا ليا شكرا سابين نادي عكاشا قلت لك نقدر بلو في الشي اللي جاي أو يبدو أنه جاي كيفاش بش تم تعويضها بش تم تعويضها يلزم رئيس الجمهورية يحسن هل هو سيكون رئيس الجمهورية رئيس دولة أم سيكون رئيس جماعة رئيس مشروع وهذا بش يعطينا البروفيل متاع المدير ديوين الرئاسي جديد واضح جدا من الأخبار الأخرى اللي بش نترقوه لها توت سويت موضوع تسريبات حول قانون الصلح الجزائي بش نعطي الكلمة لحليم لابدلي في زابينج نرجع في تواصل مع اللي قاعد يصير توى تحديدا استقالة مديرة الديوين الرئاسي نادي عكيشة وتعليق يجي من مجموعة من السياسيين حول هذه الاستقالة قاعدين نواكبوا فيهم توى منهم حاتم المليكي اللي بش نحكيه وعليه توى اللي يعتبر أنه التدوين اللي مضامين تدوينة نادي عكيشة تثير القلق يقول أنه كثرة الاستقالات في فترة رئيسة قيسة صعيد مثيرة للانتباه مؤكدا أن حصول عشر أو واحدش استقالة يعتبر عدد كبير ومنبها إلى أن هؤلاء اطلعوا على أسرار الدولة خلال عملهم إلى أنهم من الأفضل عدم مغادرتهم يقول حاتم المليكي اللي في تصريحات اليوم السباح اللي ينتقد بشدة الاستشارة الإلكترونية يعتبرها زيدة البارح في الحوار معنا من أضعف آلية المشاركة ويقول سياسيا هي معمولة لتبرير تعديل دستوري خارج نتاق الدستور لكن أنا في اعتقادي نشوف الأفكارASS المتداولة عند الحملات التفسرية ونشوف ما يحدث في تونس لا مش الصحيح النظام السياسي المقترح عنده شبيه في العالم عنده شبيه بالضبط هو يا كيف كيف وهو النظام الإيراني علش نهربوا منه أخي عيب هو النظام الإيراني بايش نقولواروه كيف كيف بينه النظام الإيراني شكب أن نظام الحكم النظام السياسي أو للبناء القاعدية النظام الحكم البناء القاعدي فيش يختلف في النظام الإيراني عن الأنظمة السياسية الأخرى في العالم هذا لو نظام تحت دولة موجود حل ويكيبيديات وتجاه موجود النظام الإيراني يختلف في أربع نقاط النقطة الأولى أنه على رأس السلطة الإيرانية يوجد القائل المرشد الأعلى للثورة والمرشد الأعلى للثورة في النظام الإيراني يشرف على التشريع والتنفيذي والقضاء علي خميني والخميني قبل بحكم موجودهم في مرشد أعلى للثورة يشرفوه على ثلاثة صلاحيات التنفيذي وتشعيه القضائي المرشد شنوه مواصفيته مكتوب عند إيرانيين شنوه مكتوب عن ما يجب أن يكون رجل قانون متمكن ومتمرس جدا ويجب أن يكون صورته به يبرش عند الناس بش يثقوا فيه لعبات ويجب الشرط الثالث متاع وتكون عنده دراية بتسير أمور ناس هذي كنحاتم الملكي يحكي على التشاومة بين النظام السياسي الذي يربع ما يكون المقترح والنظام الإيراني بش نواصلو نسموه الاكستري وبعد لك بش ناجه للإستشارة الإلكترونية وثم واحد يعني كورونيكور معناه واضح بالوضوح التام هو صديق وموالي لواحد كان نافذ في وزارة الداخلية ويسبح بحمده نرجع نقولك بتالي الشقوق هذه تعمل عملية وبرغت عليها وكانت موجودة قائمة تايقمة جبريال اللي خرج أنه كانت موجودة قائمة تايقمة جبريال عبدالتي في الماكي ما فهم حتى مشكل نرجع نسموه حاتم المليكي عنا حاتم المليكي لازك سخي دخلوا بعضهم كما الدنيا دخل على بعض دخل على بعض دخل على بعض وهم برشا ليه هو هو الحديث مش نرجوله وهم مختر خليل الحديث متاع حاتم المليكي ريتك متغشش متقلق منه برشا أعطاها أعطاها بعض المظاهر وقال في نفس الوقت هاو شنو لي قاديسي اي عطاها بعض المظاهر مش متغشش برشا متقلق وكل إنسان حر في الرأي يمتاعه أمكي نعملوا مطابقة ولا مقارنة على الأقل يعني نكونوا معناتها شوية منسجمين مع أنفسنا ما ننساوش اللي احنا رأوا نحكيه في الجمهورية التونسية ما نحكيهش في الجمهورية الإيرانية ما ننساوش اللي احنا معناش مرشد أعلى ما ننساوش اللي احنا ما نناش دولة طائفية ما نناش دولة يحكم فيها شيخ العلم يحكم في الناس الكل في السياسيين وفي الاقتصاديين وفي النفس اللي يخرج من يعني هذه أعتبرها أنا مقارنة ظلمة صديقي حاتم المليكي مقارنة ظلمة جدا لأن اليوم في ورد كنا نحكيه بالواقعي يحنا توى عندنا شهور وإحنا نناقشو كيفاش قيس سعيد ماشي في فكرة أو ماشي مع مجموعة في أكسترام جوش بمعنى اخرجنا من موضوع التنظم الحزبي للموضوع المجالي السهي والكونسي والبناء القاعدة جيت قولي أنت يعني كأن في التجربة الإيرانية تصديخا أو ربما تلميحا لبعض ما قيله من كونه قيس سعيد جابته علاقة بإيران وإلى غير ذلك نعتقد أنه كنا نمشي للصحيح الخير اليوم أحنا أمام قيس سعيد عنده ثم مشكلة قيس سعيد أنا أعتقد أنه إنسان عنده مبدأ ومؤمن بالجمهورية وبتواصل الدولة ولكن أحيانا صاحب المبدأ ما تخافش منه وخاف عليه علش وقت اللي تجي تخدم انت السياسة تخدمها مبدأ مع ميزان قوة مع تطويع الهدف في متعك للواقع الملموس هذا الكل ما نشوفوش فيه قيس سعيد ماشي في المبدأ متاعه الطول من غير ما يعمل حتى الترتيب سياسي للوضع هذا أو يقرأ التعددية السياسية الموجودة في تونس وقدرتها على تحمل مشروعه هذه هي المشكلة ولكن إذا نشوفوا المنطلقات فكلها جاية من عند الجمهورية التونسية تعبر قيبة ومتاع الحركة الوطنية إلا نتفهمك خليل إلا نتفهمك خليل إلا نتفهمك برشا مزعج كلمة حاتم المليكي ومستفز في علاقة بمقارنة ما يحدث حاليا في تونس في علاقة بالبناء القاعدي وعطا دي بخيمي سوى بالنسبة لي قولك هاو هذي اللي ساير هاكا يعطينا كذيف النظام الإيراني كلم بالقوية منصف يني فاضح أريزمالي عندنا حاتم المليكي وغير حاتم المليكي بش يستفزنا بش خلينا نخمو بش قولوا ليه ما نحبوش نكونوا هاكا ليه رهو وهذا هي وهذه هي ميجد ديمقراطية هو أنه حتى حد ما ينجم يخمم وحده كيخمم يلزم يسمع غيره ويتفاعل معهم وإحنا هذاش نطالبين من قيشة سعاية أنه يسمع يسمع الناس اللي مختلفين معه يحاول يفهم عليش الاختلافات ويحاول يلوج التقاطعات في التقاطعات هذيكا نبنيو البلاد في منطقة التقاطع هذيكا ما نخفوش من حاتم المليكي ولا من غير حاتم المليكي بش يعبر على رأي مخالف حتى وإن كان مستفز بيقدر نظرة عن الشكل المضمون المضمون أنت جست استفزاز وإلى المضمون فيه نجم يكون جانب من اللوجيك فيه جانب من الصحة مش فيما يتعلق بالمرشد العام في التنظيم السياسي القاعد فيما فهمت لكن لكن ما هوش علش نمشو لإيران بعيد أحنا كما قال إيران هو بيدو رأو إشارة استفزازية لأنه يحب ويعملوا إشارة إلى خوه إلى هذا لكن أحنا ما نمشو سلبعيد عليش نمشو لإيران نمشو للتركيب عطا أمثلا عطا أمثلا حاتم الملكي خرجوا لأحلي مش نرجو مش نرجو نعتدر على الخطأ اللي صار حاتم الملكي وصل تقديم خصائص نظام الحكم الإيراني والتشبيه اللي عملوا بالممكن اللي قاعد يتحضر في تونس وتلميحوا النقاط لتشابه مع تونس وخاصة التسريبات بخصوص قانون الصلح الجزائي النقطة الثانية إنه في إيران ثم المحاكم الثورية اللي هو نظام قضائي موازي فما نظام القضائي العادي اللي ينظر في قضايا المواطنين جاء الخميني عمل لعام 79 المحاكم الثورية فيش تنظر المحاكم الثورية تنظر في كل من سرق ونهب أموال الشعب في لطة الفترة بتاع الشي معنى شحنا معنى هاتنجيك عدو عنا أو مش ولي عنه وين هاتنقول كيش ولي عنه هاني هاني المحاكم الثورية وتنظر في كل القضايا الخيانة والتجسس وما إلى ذلك هذا نظام قضائي موازي ما عندكش ما تطعن فيه يحكم وحده وحتى ما عندكش الحق فيه تعمل هيئة محلفين جوري اليوم ينشوف وإحنا مقترح قانون الصلح الجزائي شو يقترح المقترح المقترح إحداث قطب قضائي متخصص خارج الأطر القضائية للنظر في جرائم النهب والسرقة والفساد وغير مطعون في أحكام صلح الجزائي هذا هذا المقترح اللي موجود اللي توه يحكي وعلي في الأعلام وليه خضايا تعبد فتح عمر واللي تو موجود في القطب القضائي المالي واللي بيش تجي جديدة كلهم ينظر فيهم كان هو متخصص هذا قضاء كما عند إيران فما المحاكم الثورية قضاء موازي هذا مقترح قضاء موازي عن المستوى المحلي شعندهم الإيرانيين عندهم ناس مرشحين ويخرجوا من المحليات وهما ليختاروا المجلس البلدي وهما ليرشموا المجلس البلد يقولولو سياسة التنموية وشنو الخدمات والعندو اللي هو نفس الحكاية اللي يخلو فيها شنو ناقصنا عن نظام الإيراني الحرس الثوري هذا كالنا حاتم الملكي نرجو بش نسم الاستشارة الإلكترونية اللي كيف ما قلنا هو يعتبرها من أضعف ما فما باعتبار هي مجرد ربما غيطاء السياسي للتعديلات الدستورية الحب يعملها رئيس الجمهورية الانتقاط أنه كونه راو بش تفهم الناس أنه الاستشارة رايما هيش آلية بها برشا للمشارك رايما نأضعف آليات المشاركة لخاطر لفها حوار لفها تفاعل لحتى شيء وانا انتي تعطيني رايك وانا نعمل نحب من بعد حاجة ثانية كل المواضيع المذكورة في الاستشارة باستثناء زوز مواضيع لكلها تخدمت عليها قبل وتعملت عليها دراسات وتعمل عليها جلسات تفاعلية وحوارات مع المواطنين دونك ما ما فهميش عليش باش نطيش واخدمنا هذك الكل إذا نحب ونطرق للمواضيع ذهما خاطر فهم مع عمال خير بيسر من الاستشارة تخدمت ثالثا شنو اللي زيد في الاستشارة هو حكاية النظام الرئاسي ولا برلماني وحكاية صحب الوكال هم هم زيدين سياسيين أنا بالنسبالي الاستشارة معمولة لتبرير تعديل دستوري خارج نطاق الدستور معناها أنا ما جمش نمسل الدستور يجبني خاطر إجراءات متاع التعديل دونك شنحب نعمل نحب نبدل الدستور من غير ما نحترم من إجراءات هذوكم مش نعمل استشارة مش نقول رأي الاستشارة توطعتيني الشرعية لتعديل الدستور هذي هي الحكاية في مواضع معينة انت تعرفهم شو الأفضل زيد مش نبقى نمرش في العبيد على الطاقة والماء والحكاية هذيكم والكل زامة زامة نعقب فها ليهم مش نقول هم يعطوني رأي فهذوكم هي نجيبوها من الأخر ونقولو يا جماعة وكلمتين إلى موضوع النظام الإيراني الحارس الثوري والمحاكم الثورية في علاقة بالصلح الجزائي اللي اخرج المشروع في تسريب ما هوش حاجة في غمية ولكن على ما يبدو سوفيان في مشروع رئيس الجمهورية بش يكون فهم قطب قضائي متخصص في القضايا هذي متاع الصلح الجزائي احنا عنا قطب قضائي ميلي وعنا محاكم مختص لكن المحاكم هذي بش تكون لا هي بالأمور هذي هذي مثلا حاتم لمليك يغير ويراو انه قضاء موازي ليه هو معناها شنو المبرر انتع انه عندنا قطب قضائي مالي ونزيدوه هايكل متخصص في جرائم المالية سؤال انكاري ولا بالحق سؤال انكاري لا سؤال انكاري بما ما بش يعمل قضاء منين بش يجيبهم القضاء بش يستوردهم من الخارج ما بش يجيبهم قضاء تنسيين معناها ينظف القطب القضاء المالي ينظف عندهم بالبرسوم 117 يعمل بهم المراسيم برا اعمل مراسيم نظف بهم القضاء اصلح بهم القضاء تعمل القطب اللي ما فماش امكانية التراشع في انتقاد قراراته قراراته نهائية وبيتها يعني يعني الاساس المحاكمة العادلة اللي هي القدرة على التعن والوسئن في القرار والحكمة والقضاء على درجات هذو من الباز متاع المحاكمة العادلة يجي يكسرهم دونك المشروع بالنسبة ليك يكسر في المحاكمة العادلة حاتم لبليك وقت لنكمل نسمه في علاقة بالموضوع مثلا يقول انه رئيس جمهورية لا يؤمن باستقلال القضاء يعني بالنسبة ليه حاجة محسومة هو يعتبر انه القضاء وظيفة وذيك عليش يسمح لنفسه من انه ينشئ اقطاب قضائية تكونوا احكاما غير قبل لطعنا اما معاش قضاء غير قضاء هذو قرارات ادارية تولي اما يحدث اقطاب قضائية امس اسمعت خبير في القانون يقول احداث الاقطاب وهيكلة المحاكم وهيكلة القضاء ترجع للسياسة القضائية للدولة معانتها هو من حقه كسياسة القضائية للدولة انه يحدث قطب صحيح تقولي غلط لانه عنا قطب مالي واداري في تونس وعنا الى اخير اما مش الدرجة نوصل انه نعتبرها شكل من اشكال المحكمة الثورية والى اخير هي والمحاكمة الثورية اللي نعرف اختصاص اشتثاث البشر مش حتى هذه محكمة حسب تفسير القانونينا قالك اصلا ما تصدرش عقوبات سلبة الحرية هذا مهم جدا يعني الغاية متاحة اساسا هي صلحية مالية ولو ان حتى القرارات غير قابلة الطعن فان الغاية متاحة هي تعويض العقوبة السجنية الناجمة على نها بالمال العام بالعقوبة المالية اللي هي في شكل احداث مشاريع عليش سميها قضاء قلنعطيها حجمها الاداري لانو بعدها على القضاء بعدها على القضاء يعني نعطيها قيمتها الحقيقية اللي هي قيمة طرار اداري لانو قررتها اداري بايهت نزيدكم هنا حاجة اخرى لموجودة في التسريب هذي هو انو حتى الاحكام التي وقع البد فيها في علاقة بالقضايا المالية الكبيرة من الاسمائل موجودة في قائمة صلح الجزائي فانو لا يعتدوا به امام هذا المرفق القضائي انت مضمون وفق عليه سنخن تفهمه انت تتعوذ العقوبة البدنية بالعقوبة المالية هذا مستقين فيه هذا روح الصلح الجزائي لكن انت وشكل الشكل احنا في الشكل المجموم انا نمشي معك في انو بالفعل معدوش ثقة في المسائلات القضائية اللي صارت قبل ومعدوش ثقة في مسائلات العدل الانتقالية وكان اعتقد ان القضاء تحت دين السياسي مش ننصفو اتصال القضاء بركها اما اتصال الدولة ننصفوها رو معناها مالا وقتها ما عاش عندنا ثقة في القروض اللي وقعتهم الدولة تونسية الكل ونعودوا ننصفوها ليه هذا نقبلوه هذا منقبلوش ان العلاقات الدولية متاعنا الكل رو فبع اتصال الدولة واجهزة الدولة ومؤسسات الدولة وخاصة في القضاء من نجموش من ناحية المبدئية انقضيوا شخص لنفس السبب مردين هذي هذو مبادئ اساسية من ما فيهمش برشة فلسفة لغريب 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 انه اقتراحات كم هذه تصدر على استاذ قانون هذا اللي قلقني انا اكثر اي شيخ اليوم قبيلة شوية مية تلف وسبعمية شاركوا في الاستشارة ابخي نشوفوا بالتفصيل يمكن حدود عشر الاف في النهار في حدود عشر الاف في النهار ممكن غدوة نرجعوا بالتفصيل نعملوا نظرا نشوفوا الفئات العمورية قديش الشباب قديش مشيركيين النساء الرجال غير ذلك خطري استشارة مواجهة لشباب هي في حدود هي رانتا شباب ها مواجهة لشعب التونسي رئيس الجمهورية قال بشنا عمل حوار بطرق جديدة مبتكرة وسيتم تشريك الشباب وقت ليسوئل رئيس الجمهورية كيف سيقع تشريك الشباب قال بشنا عملو لهم استشارة دونك على باس الفكرة الاستشارة هي لتشريك الشباب بعد حقيقة الاسئلة مواجهة للشاب لشاب لازم نشيرك واذا لازم حلول لدون الشاب لازم نلقى العشرة ليه في سباب من غير مكياج برشا ندقوها هو فلسفة الاستشارة هي العودة لصاحب السيادة بالشيعة رايو الشباب هو المركز يعليش لانه من المعروف كون الشباب عنده العزوف على الانتخابات كونه مش عاتي رايو برشا في الشأن العام فتكون له هذي فرصة ما فيهاش تقييد انتخابي وكذا هي فرصة الاستشارة حرة ده خلي أحلم كاميل دقيش وزير الشباب والرياضة يقولوا انه الاصلحات الكبرى ستتخذ ستتخذ على نسب وارقام الاستشارة الرقمية اللي بش توضح التوجه العام للشعب يقول كاميل دقيش اللي عنده زيدا حوار في تلفزا زيدا اخرى نورمال مو اليوم في الليل وإلا غدوة وفم خبراء يقول بش يترجموا الارقام هذي نسمع وزير شباب والرياضة فم يعني عباد كي كوردون لكي هذي ذوك عطاونا الاسألة هذية ونا ربخي اللي كستيون هذو ما تعرف قدام المرة دي فوة يعني الي يو دي فرسيون بتاع الاسألة هذية حتى لين خرجت يعني اخر فرسيون شنو نحنا المقاييس اللي اعتمد منهم بش تخرج الفرسيون الاخرى ثم ان كوميت اكسبير اللي مازلت ما نعرف عليه برسك هاتشيك اللي هو بش ياخو الاجوبة هذية وبش يتعطى معها تون لسانس بش هو يحسب ذولي ماتيماتيكما على خاطر نورابا فمتني بالنسبة الاسألة الاجوبة هذية شنو على تندنس بتاع التوينس في كل مجر دونك بش يعطي دي تندنس مش بش يعطي ارقام ثيب بتبش يعطي دي تندنس لا لقد لك سلونتي شفر فمكفاش يحي عندو فمني سلونتي شفر اتجاهات ذي صحيح ما تنجيمش من بعد انتي أغزل تنجيمش انتي بش تعمل الاسلاحات ما غير النصوص اخي الاسلاحات ما هيش معناه انت من كونسيدراشن فاربا هاو في بالي انتي بش يكون يعني ثم نصوص قانونية واضح فما انتندنس فما توجهات عامة من خلال الاستشارة هذية رئيس الدولة والحكومة يحبوا يفهموها هو ساعة من تصريح وصير الشباب والرياضة يقول عمالنا ديفرسيا عشرة نسخات عشرة نسخة وهذا يخوف في الحقيقة لانه غلطه عشرة مرات لانه في النتيجة اعطاونا اون فرسيون اللي الخبراء متاع لسنداج دوبينيون ومتاع علم الاجتماع يقولوا انه الحبكة التقنية للاستشارة ضعيفة دونك عشرة مرات عشرة مرات غلطوا عشرة مرات وتاو هاي موجود على فرسيون فنالتاو ميسلش في تعطي دي تندانس وفي حد ذات وهذا ما هوش خايب لكن هاتو نقولو زادا حاجة اخرى انو زير شباب والرياضة راو اخسر العركة متاع الرياضة بالشي اللي عامل في الكورة في الفوتبول وحتى في مشكلة الفيدرازيون دولي اللي المحكمة جاءت ضدو والفيدرازيون انترنسيونال جاءت ضدو دونك اللي 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 ما عاش في لتيش في الفول في الفول في حكم لا لا والفيدرازيون انترنسيونال عطاتوا تقول انت يحب يربح معركة الشباب يعطيك الصحة يعطيك الصحة يلا خليل بسرح مزال عنا يكسر ولا وانو نزيد من صرر مرة اخرى اللي هي ما هيش معركة فئة من تونس هي معركة بتاع توجهات كبرى للبلاد الكل جزء منها كبير الشباب باعتباروا هو الوحيد اللي يتواع عنه عقود ما شاركش في الشأن العام بقدر ما يكفي هنا نرجع لاستشارة نفهموا الموضوع سمعت زائد السياحات المليكي اللي يتعاملت سؤالاتها باستفرد علينا نمط سياسي معين انا شا نقول انا سمعت وزير شباب الرياضة وسمعنا من الكل اذا عندنا مشكلة مع حاجة ذات بعد تقييمي ايش قل لك وقل لك باش يجيبوا وماش يجي ديزاكسبير يشوفوا وشنية تندانسة الغالبة للتوانسة في التربية في الصحة في النظام السياسي وغيره وباش يدونوها لو كانت هذه مرحلة تقريرية نقول لك انا بالحق اسقطوا علينا من فوق لكن هي مرحلة تقييمية تسبق مرحلة متاع سياغة وبالورة وتسبق المرحلة التقريرية الاخيرة اللي هي الاستفتاء ولذلك من الحي في الحكم منذ الان على اني نستشير الشعب التونسي في الخطوط العريضة للمستقبل من باب التقييم الحكم عليها بانها اسقاط سياسي من الظلم ذلك بمعنى ان نحن اليوم حتى مشكلة لأي تونسي عنده بطاق طريف باش يجيهوا بعض السؤالات هذي مغير لا يتهدد مستقبله لا يتهدد حياته خلينا نكمل الزابينج نكمل الزابينج معك أحليم عبدالتي في المكي اليوم في اللا إذاع الوطنية السباحي يقول انه قيس سعيد اعترض على قرار لوضع الرشد الغنوشي في الإقامة الجبرية أيين بعد وضع البحيري في الإقامة الجبرية وثم واحد يعني كرونيكور معناه واضح بالوضوح التام هو صديق وموالي لواحد كان نافذ في وزارة الداخلية ويسبحه بحمده نرجع نقولك بالتالي الشقوق هذي تعمل عملية وبرغاتي عليها وكانت موجودة قائمة تأيقامة جبرية اللي خرج انه كانت موجودة قائمة تأيقامة جبرية وبل حتى رئيس البرلمان حبوا يحطوه في الإقامة الجبرية بعد يومين أو ثلاثة من وضع النوردين البحيري في الإقامة الجبرية إلا أنه يقال أنه السيد قائس سعيد اعترض ما معناه؟ معناه أن الناس دي عندها لجندا خاصة متاحة متغطية بالسيد قائس سعيد وعندها لجندا الخاصة متاحة ماذا بيما قائس سعيد تخدم بيها أكثر من يمكن من الأهداف تضرب بيه خصومة تضرب بيه كذا ولذلك نحن لو كان النوردين البحيري أصدر فيه قاضي بطاقة إداءة في السجن فهمت رأي الناس كنا قالوا أنه طالب بمحاكمة عادلة وكاهم حول الإقامة الجبرية طريقة اتخاذ القرار يبقى قرار إداري ولا الفحوة متاعه ولا المعنى متاعه وحكينا فيه برشة مرات اليوم مرة أخرى الحديث على وضع النوردين البحيري في الإقامة الجبرية ولكن فهمه موضوع آخر نحب نعرج عليه لو كانتسهم هو الناس اللي اتمنعت البارح من الصفر كاتب دولة سابق وزوز نواب اللي سافروا راجعوا سافروا راجعوا البارح منعوا على أساس أنهم يبدلوا صفة في بطاقة تعريف اللي يقلق في العملية هو السبب اللي يمنعوهم بها بالصفر يبدلوا الصفة في بطاقة تعريف صدير نيب يلزمك تبدل معتش نيب قانونا يلزمك تحيلوا صفة نيابية ملزلت عنده صفة نيابية هو نايب في برلمان جمدت أعماله صلاحياته لكن ملزل نايب أنه بدلوا كيف هي الصفة؟ حط له نايب في برلمان مجمدة صلاحيات معلقة صلاحياته السبب ما ينجمش يكون سبب قانوني ما هو سبب قانوني وأخلاقياً غير لايق تماماً إما قلوا لا بموزب قانون طوارئ أنا وزير داخلية نقولك لا إلا وإلا طبق القانون من غير برشا تعكعيك واضح معناها من ناحية هذه نقولك قانونياً الأمور واضحة تماماً ولكن يسفين ثم حاجة يزب نستحضروها هل أنه السبب اللي تقالله مهو السبب الحقيقي بمعنى سنوة المعلاوية سنة سنة أنا نحب نخمم في الموضوع أنا قاعد نخمم في الموضوع قانوناً قانوناً صفة النايب قائمة الذات ما تجيبش نحيان وإلا بعد ما تحل تخرج من الصفة النايبية ولكن قد يكونوا الأشخاص هذن مشمولين ربما بيتتبعات قادمة أو بيشبوهات أو إقامات جبلة قلوا لهم قلوا لك أنت في المسدسات أنا فقط أنا معك كمبلتما أنا حاجة واحدة حابت نعلق على سعب الطيف مكة مثال ما هو نحن نعلق أنك أنك سياسي من درجة عاليا كما هكا وإسبقوا أنك تقلدت مناصب في الدولة تجي تحكيلي نقلا عن كورونيكور مقرب من شخص هو مقرب من الحاكم بأمره ويقالوا أن رجل غنوشي طرحوا الإقامات الجبرية متاع وإخي الرئيس رفضوا أنا اليوم دخل بحيري بمعنى أن الإقامات الجبرية قاعدة لعبة هي لعبة متاع واليدات قاعدة أقول لك أنا حاجة أول حاجة تتفهم ينجم يكون طرح واللي يحكم في الدولة عنده مرحلية معينة في الإجراءات الإدارية ووقت يجي يعمل إجراء إدارية نعرفوها يقرى الواقع المحلي ويقرى الواقع الدولي وكل خطوة يعملها يحسبها بشوية بشوية وإذلك بداها في قضايا مالية وبعض حتى لنوصل لنورديل البحيرة معناها هذه مش غريبة هذه أنا نحب نرجع للجمعة اللي منعوهم النواب شي لكن أنا نتسأل يجب نقوله كلمة على عبدو سعدوي عبدو سعدوي كان كان كاتب دولة سابق لشباب والرياضة إيز ويبدل الصيفة استنيني خليني نبدل الصيفة لكن هو سافر في ديسمبر وتعدى ولا بس ثم قال المشتوى اختار اللي يمثل هم الباسبور متاعوا بشيوف في وقت من الأوقات بشي تبدل الصيفة بتباعتها معناها المنطق ويريت أنه عندنا برشة كما عبدو سعدوي لأنه إنسان كي يتتري بريو في القراية متاعه وفي الكاريير متاعه وفيش يقلق وفيش يقلق عمره ما قلق لأنه كان فما قانون مثلا نخرج وإلى قرار أنه كل المسؤولين السابقين قبل 25 نجوي لازم يبدل صفاتهم يقع أهلم الناس بالموضوع وكل يهز باسبور ويمش يبدل راو المشكلة راو مش في أصدار القرارات القرارات تناقش هل هي بالحق الصحيحة وإلى ليه ومعناها في ديسمبر تخرج في جامبي ما تخرج تعرف واحد ما عندوش ما هوش مشمول بتتبعات عدلية يتعدى متران أنا كنت نخدم بروف وبعد وليت نخدم حاجة أخرى وخدي بروف في الباسبور ما عندوش حق يخرج نقول لي برا بند معناها يزم تكون مشمول بتتبعات راو معناها غير مفهومة فيما يخص عبدو سعداوي صدقني غير مفهومة لمعرفة البسيطة بالشخص معناها له انقلابي له درش نوع فما نائب شعب عن الطيار الديمقراطي أيضا زياد الغني وقع منع البارح من السفايا نفس بعد شوية معظيف نأمين عام حزب الطيار الديمقراطي غازي الشواشي لنرجو معه أساسا على تسريبات مشروع قانون الصلح الجزائي على الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات السياسية المنتظرة في بلدنا نرجو لكم بعد الأخبار